فيا سامع النجوة ويا عالم الخفى سألتك غفرانا يكون معمما عاد المؤلف إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى ودعائه والدعاء مناسب عموما في ختم الكتب وفي ختام الأعمال الصالحة وكذلك في مثل هذا النظم الذي هو لترقيق القلوب وتوجيهه إلى علام الغيوب فاختار صفات لطيفة قال فيا سامع النجوة والنجوة هي المسارة يعني ما نسميه الآن بالعامية هنا الوشوشة إنسان يتكلم مع إنسان دون أن يسمعه ثالث وقد قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون وهذا أسلوب حصر ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم لا يوجد في البشر وفي الأرض كلها ثلاثة يجتمعون يتكلمون سرا في أمر إلا والله معهم بعلمه ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ذكر هذين العددين ثم قال وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَاعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ثم قال وَيَا عَالِمَا الْخَفَى والله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى